إلى تونس العاصمة حيث انطلقت فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته العاشرة الذي يقام بانتنظيم الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة شؤون الثقافة التونسية مفدنا إلى تونس الخضراء سعيد بغازيين والتفاصيل في قاعة المسرح البلدي بتونس انطلقت فعاليات افتتاح مهرجان المسرح العربي بدورته العاشرة بحضور معالم حمد زين العابدين وزير شؤون الثقافة التونسي وسعادة اسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح هذا التجمع العربي السنوي فرصة لالتقاء المسرحيين العرب لتبادل الرؤى ووضع الاستراتيجيات من أجل أن يبقى هذا المسرح العربي قادرا على التنفس جديدا ومتجددا في اليوم العربي للمسرح اليوم العاشر من يناير من كل عام نلتقي نحن المسرحيون العرب تحت مظلة بيتنا المسرحية الهيئة العربية للمسرح التي أسسها صاحب السمو حاكم الشارق حفظه الله منذ عام 2008 لتكون بيتا وظلا ظليلا آمنا للمسرحين العرب أينما كانوا المشاركون في المهرجان أشادوا بمستوى التنظيم ومدى أهميته بالنسبة للفنانين المسرحيين لسيما في ظل تراجع مستوى المسرح العربي إذا نتكلم عن المسرح اليوم في الإمارات نحن والله الحمد ونرجع ونقول بوجود سيدي صاحب السمو والله يحفظه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المسرح بخير وإحنا بخير بصراحة الفرح اللي نحن نشوفه في عيون المسرحيين أنهم يجتمعون في مكان واحد وكل سنة في قطر عربي فهذا يحتم علينا نحن نشكر صاحب السمو والله يحفظه على إياديه البيضاء على المسرح والمسرحيين كان فيه تبادل الأفكار وتبادل الحوارات ما بين جميع الأخوة اللي يشرفون من كل البلدان العربية معنا نرجو بعض المهرجانات الأخرى تنسج على منوال المهرجان المسرح العربي هذا وتضمن حفل الافتتاح رسالة اليوم العربي للمسرح ألقاها الفنان السوري فرحان بلبل فيما شمل الحفل تكريم نخبة من الفنانين روادي المسرح التونسي وفي ختام الحفل انطلق أول عرض من عروض المهرجان التي تستمر حتى سلس عشر من الشهر الجاري إذن ها هو مهرجان المسرح العربي يحط رحاله في دورته العاشرة في تونس وللمرة الثانية ليؤكد بذلك دعمه للمسرحيين العرب أينما كانوا من تونس العاصمة لأخبار الدار سيد بوازيين